في الفيديو ده انا اقدم لكم النهاردة شرح مميز جدا لحل مشاكلة تنقل الملفات الى الوبو بي والى الاداتا. انا مريكم دلوقتي تجربة عملية على الكلام اللي انا بتكلم عليه. هندوس هنا على الدولوج وعندي لعبة متكونة من وداتا. زي ما انت شايف وداتا. نفس الاسم او حتى اسم مختلف ولكن انا مش قادر انول يعني مسلا لو خدت بالشكل ده. وهي مسلا عملت نسخ او قص وروحت هنا على الاندرويد بعد كده ودست هنا بيقول لي هنا ان الملف مش قادر يوصل للداتا او هذا ملف للداتا او هذا ملف للقراءة فقط. حتى لو حاولت انول في الداتا برضو بيقول لي هنا ان الملف مش قادر ينقلو. وده بسبب حماية اندرويد تلاتاشر على الاجهزة الجديدة. مش هدقدر تنول اي ملف. اول حاجة احنا هنعملها لو انت هتثبت لعبة وده حاجة اكيدة هتدوس هنا على بيس تسعتاشر او هتدوس على اللعبة اللي انت هتعوز تثبتها عمتا وتثبتها اول حاجة. تثبتنا اللعبة ما تفتحش اللعبة هتدوس على تم وبعد كده بتطلع وتدخل على ملفاتي. هننول اول حاجة وهي الوبو بي. الوبو بي النقل عادي جدا عبر تطبيق الملفات الخاص بسامسونج او عبر تطبيق بتاع شاومي او عبر تطبيق الهواوي اللي بينقل ملفاتك عادي. هتقلو بس اللي انت مصرح لك انك تنقله. هتخش هنا على الدولود والمكان اللي انت نزلت منه. وهتدوس هنا على وهتدوس هنا على الملف هتعمل له هنا نسخ. وبعد كده بتروح على وبعد كده مكان التخزين وبعد كده اندرويد وبعد كده وبعد كده وبتعمل هنا النسخ هنا. هتلاقي ان الملف بتنسخ معك وبيتنقل معك بكل بساطة ومفوش اي مشاكل. بنرجع كده. بنرجع. فادرش غير الدياتا. الدياتا هنقولها ازاي? لو حاولنا ان احنا ناخد الدياتا بالشكل ده. ونجيب كده نسخ وندوس على ذاكرت الجهاز. بعد كده الاندرويد. وهدكع الدياتا ودوس هنا على نقل. بيقول لك هنا انت غير مصرح لك او هذا المجلد للقراءة فقط. هتعمل ايه في الحالة دي? هترجع خالص كده. تروح على الدوان لود. وبعد كده الدي ام. وبعد كده على الملف اللي انت آآ الدياتا. بتدوس هنا على ملف ضغطة طويلة. وبعد كده بتدوس هنا اعادة تسمية. وبتاخد الاسم ده كوبي. بتاخده كوبي او نسخ نسخ وبترجع. وبتروح على ذاكرت الجهاز. اندرويد داتا. وبعد كده بتدوس هنا على علامة الزائد اللي من تحت او بتدوس هنا على التلات شرطة من فوق. الاتنين واحد. ودوس هنا انشاء مجلد جديد. وبعد كده بتدوس هنا على التلات نقطة اللي على الشمال. بيحمل معك. وبتحط هنا الاسم اللي انت نسخته. لصق. وبتدوس هنا بحس. زي ما انت شايف هو لقالي المجلد وقالي انت بالفايل عندك مجلد بس من الظهر. هندوس هنا. وبعد كده حسنا. حلو جدا. كده المجلد عنده ظهر وكل حاجة تمام. هنتأكد ازاي. هتلاقي هنا اسم المجلد موجود معاك باسم اللعبة. هتلاقي اللعبة هوا بالاسم ده. هتلاقيه موجود هيولك المجلد فارغ. كده احنا عملنا اول خطوة. هنرجع. هنروح على زاكرت الجهاز. دونلود. وبعد كده المكان اللي احنا كنا محملين في الداتا. وهتدخل على الفايلات. وهتحدد كل حاجة اللي موجودة. او تدوس هنا تعمل تحديد الكل. اه. تحديد متعدد. تحديد الكل. صح. وبعد كده هنا. وبعد كده نسخ. كده احنا نسخنا كل المالفات الموجودة هنا. زاكرت الجهاز. داتا. وبعد كده ما نروح للعبة بتاعتنا. اهي. وبعد كده اول ما هندوس هنا السحرة هيحصل. اللعبة بتتنسخ معنا. والداتا بتشتغل معنا. ويا للمفاجئة. كل المالفات هتتنسخ. وهنشغل معكم اللعبة دلوقتي هتشتغل بدون اي مشاكل. من بعد ما تتنسخ معكم المالفات خالص وتطلع كده. وبعد كده نروح على اللعبة اللي احنا هنريدين نشغلها. هندوس هنا على اللعبة لو انت سامسونج هتدوس هنا على العامة الاستفهم. وهتديها الازونات حتى لو اللعبة بتشتغل عادية ولكن كضمان هنديها الازونات عشان ما يحصلش معك كراش او يحصل معك اي حاجة. وبعد كده بنرجع تاني. وبعد كده نشغل اللعبة بالشكل ده وندوس هنا سماح. هتلاقي اللعبة اشتغلت معنا دي بي ستة سعتاشر شرحتها على قناتي شرح مفصل ازاي تقدر تحملها وتشغلها على جهازك بدون اي مشاكل. لكن الفيديو بتاع النهاردة في العلقة بقى الفيديو وكده ما ننساش اشتراك بالقناة. ومتنساش بالصباح الصعب القناة والسلام عليكم.